الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدورة المحورية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنه أن يسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم الذي يتيح المزيد من فرص العمل جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر حيث تمت مناقشة تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة سواء من خلال الجهات الوسيطة أو من خلال الإقراض المباشر أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم التي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين الثلاثين من سبتمبر وستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لدمان مناقشة القضية من كافة جوانبها ويهدف النقاش إلى وصول الدعم بجميع صغره لمستحقي ويشترك فيه جميع الجهات المعنية السياسية والتنفيذية والمجتمعية إضافة إلى دوي الخبرة والتخصص على أن تنطلق الجلسات في أقرب وقت ممكن في الفترة المقبلة شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في اجتماع وزري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بناء على دعوة من السويد والأردن وذلك على هامش اجتماعات الشق الرفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقد ألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع شدد خلالها على إيمان مصر بأن دور الأونروا لا غنى عنه في رعاية اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا أن دور الوكالة في تقديم الدعم الإنساني الشامل للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر الحاحل في ضوء الوضع الحالي وخاصة في قطاع غزة وأشار عبد العاطي لدعم مصر للدور الفعال للوكالة في عملية إعادة إعمار غزة المستقبلية شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في اجتماع اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بشأن فلسطين وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأشار عبد العاطي خلال كلمته إلى الأعداد الهائلة للضحايا والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة وما لحق بالقطاع من تدمير لأكثر من تسعين بالمئة من المنشآت السكنية بالقطاع منوها بتعذير مصر مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة وأعاد وزير الخارجية التأكيد على رفض مصر الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ودعوتها للمجتمع الدولي للوقوف بقوة أمام جميع الممارسات الاحتلالية حضر وزير الخارجية والهجرة وشؤول المصريين بالخارج بدر عبد العاطي من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بنزلاقي منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة جاء ذلك خلال لقائه بوزير خارجية جمهورية الشيك يانلي بافسكي وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك كما شدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان موضحا أن مفتاح التهديئة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له قصف نحو 220 هدفا لحزب الله في لبنان وأضف في بيان أن الأهداف شملت مواقع للبنية التحتية ومنصات تم إطلاق قذائف منها باتجاه إسرائيل وعناصر من حزب الله ومنشآت لتخزين الأسلحة في لبنان موضحا ومؤكدا مواصلة العمل على تقليص القدرات والبنية التحتية لحزب الله أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مساعدة جديدة للسوريين قدرها 535 مليون دولار متعهدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وكشفت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن المدني أزرازية عن المساعدة الجديدة على هامش الجماعية العامة للأمم المتحدة وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان أن التمويل سيتم عبر مجموعات ومنظمات إنسانية تعناب مساعدة السوريين بما في ذلك اللاجئون من خلال توفير المأوى والغذاء والتعليم والرعاية الصحية يترقب عشاق السحر المستدير انطلاق مباراة قدبي الكرة المصرية الأهل والزمالك التي ستقام مساء اليوم في نهاء كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض ويخوض الزمالك مباراة السوبر الأفريقي بعد فوزه ببطولة الكونفيدرالية النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي بينما حقق الأهل دوري أبطال أفريقي أمام الترجي التونسي وحال انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهل والزمالك في كأس السوبر الأفريقي بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلة الترجيح دون لعب أشواط إضافية